السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة الاتصالات الإلكترونية وهنكمل مع بعض طرق التعديل للإشارات التماسلية والرقمية في الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا مع بعض على التعديل الاتساعي وعرفنا يعني إيه تعديل الاتساع وبسرعة كده نفتكر مع بعض يعني إيه تعديل الاتساع كنا قلنا معناه إنه بيتم تحميل موجة محمولة منخفضة التردد اللي هي عبارة عن إشارة المعلومات على موجة حملة عالية التردد فبيتغير اتساع الموجة الحملة حسب اتساع الموجة المحمولة ويبقى التردد سابت يعني معنى كده إنه احنا كنا بنعدل أو بنغير في اتساع الموجة الحملة علشان كده كنا بنسمي تعديل اتساع ويمكن كمان عرفنا إنه من دايرة التعديل بينتج لي ثلاث مركبات مركبة الموجة الحملة ودي طبعا لا تحتوي على معلومات ومركبة النطاق الجانبي العلوي أو بنسميها المركبة الجانبية العلية ودي طبعا بتكون إشارة معدلة اتساعيا والمركبة الجانبية السفلة ودي بتكون برضو إشارة معدلة اتساعيا بس الفرق ما بين الاتنين زي ما خدنا طبعا في الحلقة اللي فاتت عرفنا إن المركبة الجانبية العلية هي إشارة معدلة تساعيا ترددها بيساوي Fc زائد Fm يعني تردد الموجة الحملة زائد تردد الموجة المحمولة المركبة الجانبية السفلة بقى هي إشارة معدلة تساعيا برضو ولكن ترددها بيكون أقل من تردد الموجة الحملة يعني ترددها كان بيساوي Fc ناقص Fm طيب أنا عندي الإشارتين زي بعض والاتنين معدلين والاتنين بيحتوى على نفس المعلومات تكلمنا بقى في الحلقة اللي فاتت على طرق الإرسال وعرفنا إن أنا ممكن أرسل الإشارات أو المركبات اللي بتنتج من دائرة التعديل كلها ففي الحلة دية بنسميه إرسال إيه؟ إرسال نطاقين مع الحامل أو مع الموجة الحملة لكن كان طبعا بيقابلنا عيوب في النظام دو وهو إيه؟ قبر عرض النطاق الترددي لأن أنا برسل كده نطاقين النطاق الجانبي العلوي والنطاق الجانبي السفلي يعني كإني برسل الإشارة مرتين فبالتالي النطاق الترددي بتاع المحطة الوحدة اللي بيتم إرسالها بيكون كبير وده بيؤدي إلى إيه؟ إن عدد المحطات اللي هقدر إرسلهم وراء بعض في النطاق التردد هيكون قليل طيب ده عيب العيب التاني كان بيقابل فيه قدرة مفقودة كبيرة بتتركز في الموجة الحملة لأن الموجة الحملة زي ما احنا قلنا لا تحتوي على معلومات وهي بتحتوي على معظم طاقة الإرسال لو أنا أرسلتها فهي كده إشارة فضية يعني ما فيهاش معلومات يبقى كده فيه طاقة كهربية كبيرة بتكون مفقودة علشان كده قلنا إنه هيبقى فيه أنظمة تانية أفضل للإرسال عرفنا برضو في الحلقة اللي فاتت إن إحنا هنتغلب على إحدى المشاكل دي بإن أنا أتخلص من الموجة الحملة قبل الإرسال وأرسل المركبات الجانبية العليا والسفلة يبقى كده أنا استفدت ميزة إن أنا وفرت في طاقة الإرسال الاقتصاد في القدرة المرسلة ولكن بقى لعيب ما زال إن عرض النطاق الترددي كان كبير النهاردة بقى هنعرف مع بعض إزاي نتغلب على لعيب دوت كمان طبعا طالما إن أنا عندي النطاق الترددي كبير يعني علشان أنا بأرسل نطاقين نطاق علوي ونطاق إيه سفلي طبعا أنا أرسل نطاق واحد بس ليه؟ لأن زي ما إحنا قلنا النطاقين زي بعض بالظهر يعني فيهم نفس المعلومات طبعا أنا أرسل الإشارة مرتين ليه؟ طب ما كفاية أرسلها في نطاق واحد بس أو نطاق جانبي يا العلوي يا السفلي وفي الحالة دي هنسمي هنا النظام الإرسال بتاعي هيبقى إرسال نطاق جانبي مفرد يأما يكون مع الحامل يأما بدون الموجة الحملة طب أنا لو هرسل بقى النطاق الجانبي المفرد ده مع الموجة الحملة كده هيبقى فيه ميزة هستفيد منها اللي هي إيه؟ إن عرض النطاق التردد هيقل لأن هرسل النطاق واحد بس ولكن هيبقى فيه عيب رجعنا له تاني إن أنا برسل الموجة حملة والموجة الحملة طبعا قدرة الإرسال بتاعتها بتكون عالية يبقى كده هيبقى فيه قدرة مفقودة كبيرة طيب علشان نتغلب على العيب دوت كمان هنعمل إيه؟ هنرسل نطاق جانبي واحد بس يعني نطاق مفرد بدون الموجة الحملة وده طبعا بيكون أفضل نظام للإرسال لأن طاقة الإرسال كلها هتكون محتوى في المركبة الجانبية التي تحتوي على المعلومات سواء بقى كنت هرسل المركبة العليا أو المركبة الجانبية السفلة وعرض النطاق التراددي كمان هيكون صغير لأن أنا برسل نطاق واحد بس مش هرسل الاتنين تعالوا نشوف مع بعض بقى كده على الشاشة وعندي نظام تعديل النطاق الجانبي المفرد مع الحامل معناه إيه؟ زي ما احنا شايفين في الرسم كده احنا بنقول بترسل الموجة الحملة بكامل طاقتها ويتم الاستغناء عن أحد النطاقين يعني معناها إيه؟ زي ما احنا شايفين آدي مركبة الموجة الحملة اللي هو اللي أنا بشاور عليها اللي هو الخط العمودي دوت خلاص ترددها Fc والقدرة بتاعتها اللي هي Bc اللي هي بتساوي طبعا Vc تربيع على R بالإضافة طبعا للمركبة الجانبية العليا اللي هي USB طبعا طاقة الإرسال بتاعتها زي ما خدنا بقى في الحلقة اللي فاتت بتساوي M تربيع في Bc على 4 والM طبعا هو كان معامل التشكيل وBc يعني قدرة الموجة الحملة على الأربعة الأربعة دي طبعا ثابتة في القانون يعني معناه كده نطاقة الإرسال كلها اللي أنا هرسلها الB total هتساوي إيه؟ هتساوي Bc يعني قدرة الموجة الحملة زائد قدرة النطاق الجانبي العلوي اللي هي M تربيع على أربعة في Bc طبعا في النظام ده زي ما قلنا إن أنا كده استفدت إن أنا قللت عرض النطاق الترددي لأن هرسل نطاق الجانبي واحد بس ولكن هيبقى فيه قدرة مفقودة كبيرة يبقى المميزات يمتاز بالاقتصاد في عرض النطاق الترددي وبالتالي زيادة عدد المحطات المرسلة طالما النطاق الترددي بتاع المحطة الوحدة صغير يبقى هقدر يرسل محطات كتير وربعد في النطاق الترددي العيوب بقى قدرة الخارج بتتركز في مركبة الموجة الحملة يعني معناها إن القدرة المفقودة هتكون كبيرة علشان نتغلب بقى على العيب دوت قلنا هنستخدم إيه نظام تعديل النطاق الجانبي المفرد بدون حامل يعني بدون الموجة الحملة وهنا طبعا معناها إيه إنه بيتم كبت أو التخلص من الموجة الحملة وأحد النطاقين ويتم إرسال نطاق جانبي واحد زي ما إحنا شايفين في الرسم اللي قدامنا بيوضح لي إيه إن الإشارة طبعا اللي أنا هرسلها هتكون عبارة عن إيه الي هو النطاق الجانبي العلوي طب الموجة الحملة هنا طبعا القدرة بتاعتها البي سي بصفر زيرو يعني معنا كده إن أنا مش هرسلها هتخلص منها قبل عملية الإرسال وطبعا إحنا بنتحكم طبعا في الإشارة اللي هيتم إرسالها أو يتم كبتها عن طريق دوائر المرشحات زي ما إحنا عارفين دائرة المرشح طبعا بيتم ضبطها على تردد معين فهتسمح بمرور النطاق الجانبي العلوي وتمنع المركبة الجانبية السفلة ومركبة الموجة الحملة يبقى هنا في الحالة دي طاقة الإرسال اللي هيتم إرسالها اللي هي مين؟ اللي هي طاقة الإرسال بس بتاعة المركبة الجانبية العلية اللي هي بتسوي إيه؟ أم تربيع في بي سي على أربعة زي ما إحنا شايفين كده في النظام دوت اللي هو النطاق الجانبي المفرد ده هيبقى أفضل نظام للإرسال لأن طبعا هيتم الاقتصاد في عرض النطاق التردد وتاني حاجة الاقتصاد في القدرة المرسلة يبقى عندي المميزات أفضل اقتصاديا بالنسبة للطاقة المرسلة حيث تتركز القدرة بالكامل في المركبة الجانبية تاني ميزة الاقتصاد في عرض النطاق التردد البندويتس اللي هو عرض النطاق التردد يساوي F أم يعني يساوي إيه؟ يساوي عرض النطاق بتاع المركبة الجانبية العلية وبالتالي زيادة عدد المحطات المرسلة نيجي بقى نتكلم أو ناخد مثال ويمكن المثال دوت يعني مهم وكنا خدنا مثال زيه برضو في الحلقة اللي فاتت بس كان على تعديل النطاقين بدون حامل نشوف هنا كده المثال بيقول لي إيه؟ إذا كان لدينا جهاز إرسال طاقت موجته الحاملة تساوي 200 وات البي سي يعني قدرة الموجة الحاملة 200 وات ويستخدم هذا الجهاز في إرسال نطاق مفرد بدون حامل يعني هيرسل نطاق مفرد واحد بس وكان معامل التعديل الام بتساوي واحد اوجد طاقة الإرسال التي تحملها إحدى المركبتين يعني يا إما المركبة العليا يا إما المركبة الجانبية السفلة وتاني حاجة احسب طاقة الإرسال الكلية للنطاق المفرد بدون حامل طيب تالت حاجة ماذا تستنتج من النتائج؟ تعالوا نشوف كده الحل مع بعض طبعا أول حاجة أنا عايز أجيب طاقة الطاقة الإرسال التي تحملها إحدى المركبتين طب ما الاتنين متساويين ال-B-L-S-B بتساوي ال-B-U-S-B يعني قدرة الإرسال للمركبة الجانبية السفلة بتساوي قدرة الإرسال للمركبة الجانبية العليا اللي هي بتساوي ايه؟ M تربيع في B-C على 4 نعود في القانون يبقى هقول كده ال-B-L-S-B بتساوي B-U-S-B اللي هي بتساوي M تربيع في B-C على 4 هشيل ال-M اللي هي معامل التشكيل وهحط مكانها واحد لأنه هو في المثال قال لي معامل التشكيل ال-M بيساوي واحد على 4 اللي 4 طبعا سابتة في القانون في ال-B-C اللي هي قدرة الموجة الحملة قال لي برضو في المثال انها بتساوي 200 وات يبقى هقول كده في 200 هنختصر هنقول 1 في 200 في 200 على ال-4 يبقى 50 وات يبقى كده أنا عرفت النطاقة الإرسال بتاعة النطاق المفرد بتساوي 50 وات طب تاني حاجة قال لي احسب طاقة الإرسال الكلية للنطاق المفرد بدون حامل ما احنا لسه قايلين برضو من شوية ان ال-B-Total يعني طاقة الإرسال كلها هتساوي ايه طاقة الإرسال للنطاق المفرد بس لأن أنا هنا برسل نطاق واحد بس يبقى معنى كده ال-B-Total بتساوي ال-B-USB اللي هي هتساوي برضو كام 50 وات طب استنتجنا ايه استنتجنا طبعا ان القدرة المرسلة كلها محتوى في المركبة الجانبية يعني ما فيش قدرة مفقودة أنا دلوقتي ارسلت 50 وات وال50 وات كلهم متركزين في المركبة الجانبية اللي بتحتوع المعلومات وبالتالي بيعتبر تعديل النطاق الجانب المفرد بدون حامل طريقة اقتصادية من حيث استغلال القدرة طيب لحد هنا خلصنا طبعا طرق الارسال هنبدأ نتكلم بقى على طريقة تانية من طرق التعديل وهي التعديل الترددي ال-FM او Frequency Modulation طيب يعني ايه بقى تعديل الترددي نفتكر مع بعض كده هيبقى عكس تعديل الاتساع في تعديل الاتساع احنا قولنا بنغير في اتساع الموجة الحملة والتردد بيكون سابق في التعديل الترددي بقى هنقول ايه هو نظام التعديل الذي يكون فيه سعة الموجة الحملة المراد تعديلها سابقة بينما ترددها يتغير تابعا للتغيرات التي تحدث في اشارة الموجة المحمولة اللي هي اشارة المعلومات المراد ارسالها ذات التردد المنخفض يعني معنى كده ان انا بعدل او بغير في التردد ولكن الاتساع هيكون ثابت او ممكن نقول التعريف بطريقة تانية نقول ان تعديل التردد هو عبارة عن تحميل موجة تهربية منخفضة التردد تسمى بالموجة المحمولة اللي هي اشارة المعلومات بيتم تحميلها على موجة حملة زي التردد عالي وسابت بحيث يتغير تردد الموجة الحملة حسب اتساع الموجة المحمولة ويظل اتساعها سابت يبقى التردد هو اللي هيتغير والاتساع هيفضل سابت طب كده احنا عرفنا يعني ايه تعديل ترددي تعالوا بقى نبصها مع بعض كده على شكل الاشارات زي ما احنا شايفين طبعا ونحفظ شكل الموجات كويس لانها مهمة وممكن تجيلي في سؤال في الامتحان وعندنا برضو في مادة المعمل طبعا في تجربة على التعديل الاتساعي والتجربة تانية على تعديل التردد فلازم نكون حفظين شكل الموجات كويس ونعرف نرسمهم كويس عندي طبعا الموجة المحمولة ترددها منخفض زي ما احنا شايفين طيب الموجة الحملة اتساعها سابت وترددها سابت بس ترددها عالي زي ما احنا شايفين عدد الزبزبات بتاعتها بيكون ايه كتير يعني تردد عالي نيجي نبص بقى كده ليه الموجة المعدلة تردديا الاتساع بتاعها سابت ولكن التردد هو اللي هيتغير يعني نيجي كده تحت النص الموجة من الموجة المحمولة وننزل تحت التردد هنا يكون عالي يبقى التردد بيزيد عند النص السالب من اشارة المعلومات اللي هي الموجة المحمولة هنلاقي هنا ايه التردد بيقل يعني عدد الزبزبات هنا ايه قليل عند النص الموجة التردد هيزيد تاني يبقى احنا كده غيرنا في التردد ولكن الاتساع سابت بيمتاز التعديل التردد بايه بحصنته ضد الضوضاء والتشويهات او الشوشرة زي ما احنا عارفين طبعا انه بيمكن التخلص من الشوشرة بسهولة من الاشارة المعدلة تردديا عن طريق دايرة اسمها دايرة المحدد بتكون موجودة في جهاز الاستقبال فبتقصلي الاشارة المعدلة تردديا من اعلى ومن اسفل فبالتالي بتقدر تتخلص من الشوشرة بسهولة لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل الكلام دوت في الاشارات المعدلة التساعيا لان برضو زي ما تكلمنا قبل كده ان دايرة المحدد لو استخدمناها في التعديل التساعي في اجهزة الاستقبال يعني المعدلة التساعيا هتيجي تقص الاشارة من اعلى ومن اسفل فبالتالي هتؤدي الى فقد جزء من المعلومات لان المعلومات بتكون موجودة في الاتساع العيوب بقى بالنسبة للتعديل الترددي التعقيدات التي تكون موجودة في دائرة توليد هذه الاشارة وكذلك في نظام استقبالها يعني الدوائر بتاعتها هتكون معقدة شوية اصعب من التعديل الاتساعي طبعا في موجة المعدلة تردديا لها معادلة بنقدر من خلالها ان احنا نحدد تردد الاشارة المعدلة تردديا فبيتم تمثيل التردد هنا بالمعدلة زي ما احنا شايفين بنقول F يعني التردد يساوي F في C يعني تردد الموجة الحملة في واحد زائد K الكي دوة ثابت مقدار ثابت يعني ثابت التناسب في Vm كوزين اوميجا mT وطبعا Vm كوزين اوميجا mT معناها القيمة اللحظية للموجة المحمولة طيب احنا عايزين بقى نختصر المعدلة ديت ونستنتج منها معلومة بسيطة احنا عارفين طبعا ان كوزين اللي هي كوزين اوميجا t يعني جيب تمام الزاوية طب واحنا عارفين ان نجيب اي زاوية بينحصر ما بين موجة بواحد وسالب واحد فانا اقدر اشيل الجزء دوت من المعدلة اللي هي كوزين اوميجا mT ونكتب مكانها ايه موجة باو سالب واحد فالمعدلة هتبقى بالشكل ده زي ما احنا بنقول اهو بما ان قيمة اي جيب زاوية بيتروح بين موجة بواحد وسالب واحد فان اقصى قيمة واقل قيمة للتردد للاشوارة المعدلة هتصبح بالشكل ده الاف هتساوي اف سي في واحد والموجة بدي بقى هتبقى موجة باو سالب كي في في ام لان احنا اتفقنا هنشيل كوزين اوميجا t ونكتب مكانها موجة باو سالب واحد فهي مضروبة طبعا موجة باو سالب واحد مضروبة في الكلام ده هتغير للاشوارة اللي في النص بدل ما كانت موجة باو سالب طيب نبدأ بقى نضرب الاف في سي في القوز ده هنضربها مرة في الواحد ومرة في الكي في الفي ام فتبقى المعدلة بالشكل ده يبقى الاف هتساوي اف سي موجة باو سالب كي في في ام في اف سي لاحظنا ايه ان الاشوارة المعدلة ترددين هنا ترددها هيساوي ايه Fc يعني تردد الموجة الحملة زائد أو ناقص يعني يزيد أو يقل بالمقدار اللي قدامنا ده اللي هو K في Vm في Fc المقدار ده بقى بنسميه قيمة الانحراف القصوى للتردد يعني أقصى قيمة للتردد ممكن يزيدها أو يقل لها اللي احنا بنسميها إيه سيجمة بتساوي K في Vm في Fc والK زي ما قلنا هو ثابت التناسب Vm اللي هو جهد الموجة المحمولة وFC اللي هو تردد الموجة الحملة طيب خواص تعديل التردد أول خاصية طبعا من التعريف اللي احنا قلناه الشكل الموجي سابت في الساعة ولكنه متغير في التردد يعني الاتساع سابت والتردد بيتغير طيب الخاصية التانية معدل انحراف تردد الموجة الحملة هو نفسه تردد الإشارة المراد تعديلها معدل انحراف تردد الموجة الحملة يعني تردد الموجة الحملة بيتغير بيزيده بيقل طب هيزيده ويقل بمقدار قد إيه هو نفسه تردد الإشارة المراد تعديلها اللي هو تردد الموجة المحمولة يعني طيب تالت خاصية كمية انحراف تردد الموجة الحملة يتناسب مباشرة مع سعة الإشارة المراد تعديلها يعني كمية انحراف أو تغير تردد الموجة الحملة يتناسب مع اتساع الموجة المحمولة زي ما شفنا على الرسم قلنا لما الموجة المحمولة اتساعها بيزيد فالتردد تحت ايه بيزيد ولما جهد الموجة المحمولة يقل فالتردد بيقل يبقى معنى كده كمية انحراف تردد الموجة الحملة يتناسب مع سعة الاشارة يعني مع اتساع الاشارة المرد تعديلها اللي هي الموجة المحمولة رابع خاصية تقاس درجة التعديل كمعامل للتعديل من صفر الى واحد كما في تعديل الاتساع زي ما احنا خدنا برضو في التعديل الاتساعي وقلنا في معامل للتعديل او معامل التشكيل وكنا بنقول عليه نسبة مئوية بتعبر عن مقدار التغير في اتساع الموجة الحملة طبعا هيبقى في التعديل الترددي في معامل للتعديل برضو بيتغير من صفر الى واحد كما في التعديل الاتساع عشان يعبر عن مقدار التغير في التردد فباستخدامات تعديل التردد بقى بيستخدم في أجهزة الإرسال التي تعمل بالموجات متناهية القصر موجات متناهية القصر يعني تردداتها عالية جدا ما هي متناهية القصر يعني الطول الموجة بتاعها قصير وبالتالي ترددها يبقى عالي طيب يبقى بتستخدم في أجهزة الإرسال التي تعمل بالموجات متناهية القصر تاني حاجة بيستخدم في كثير من محطات الإرسال العسكرية لأنه بيحقق مستوى جيد لنقل الصوت احنا نسألين ان التعديل الترددي ما بيتأثرش كثيرا بالشوشرة علشان كده بيحقق لمستوى جيد لنقل الصوت تالت استخدام يستخدم في اجهزة الاستقبال التلفزيوني وبيستخدم في اجهزة الاستقبال الصوتية وبيستخدم كمان في اجهزة استقبال الشرطة طيب كده احنا اتكلمنا على التعديل الترددي وعرفنا معنى إيه وعرفنا خواصه واستخداماته في عندي طريقة كمان اللي هي من طرق التعديل للإشارات التماسلية اللي هو تعديل الطور أو تعديل زاوية الوجه اللي هو Phase Modulation أو بنختصرها لPM طيب يعني إيه بقى تعديل الطور أو تعديل زاوية الوجه بنقول هو نظام مشابه لتعديل التردب ولكن مين اللي بيتغير هنا زاوية الوجه للموجة الحملة بتتغير تبعا لمين لاتساع الموجة المحمولة أو إشارة المعلومات يبقى معنى كده إن أنا بغير في زاوية الوجه للموجة الحملة ونلاحظ برضو إن لا يحدث تغير وجه لحظي بدون تغير تردد مناظر يعني معناها إن أنا لما بيجي أعدل في زاوية الوجه التردد كمان بيتغير علشان كده بنقول إن تعديل الطور اللي هو تعديل زاوية الوجه هو نظام مشابه لتعديل التردد وبيمكن كمان الحصول على الإشارة المعدلة تردديا من تعديل الطور عن طريق نظام بيسمى نظام أرمسترونج تعالوا نشوف مع بعد كده على الشاشة يبقى بنقول تعديل الطور هو نظام مشابه لتعديل التردد ولكن إشارة التعديل يعني إشارة المعلومات يعني تكون بتغيير طور يعني زاوية الوجه للإشارة الحملة بدلا من التردد بينما تكون ساعة الإشارة الحملة سبتة أي أن زاوية الوجه للموجة الحملة تتغير مع ساعة الإشارة المراد تعديلها يعني زاوية الوجه للموجة الحاملة بتتغير على حسب التساع الموجة المحمولة اللي هي شرط المعلومات ولا يحدث تغير وجه لحظي بدون تغير تردد يمنوازر يعني معناه إن أنا بغير في زاوية الوجه ولكن التردد كمان بيتغير طيب ممكن نقول برضو التعريف بطريقة تانية زي ما قلنا كده في تعديل التردد نقول تعديل التور هو عبارة عن تحميل موجة كهربية منخفضة التردد بتسمى بالموجة المحمولة اللي هي أشارة المعلومات بيتم تحميلها على موجة حاملة زا التردد عالي وسابت بحيث تتغير زاوية الوجه للموجة الحاملة حسب التساع الموجة المحمولة ويظل التساعها سابت طيب نبص كده على شكل الموجات أنا عندي هنا طبعا الموجة اللي مرسومة باللون الأحمر اللي قدامنا دي دي إشارة المعلومات زي ما احنا شايفين طبعا جهدها بيتغير بيزيد وبيقل على حسب المعلومات ممكن على سبيل المثال تكون إشارة صوتية طيب الموجة التانية بقى اللي هي باللون الأخضر دي دي عبارة عن إيه؟ الموجة الحاملة زي ما احنا شايفين اتساعها سابت وترددها سابت يعني معناه إن هي لا تحتوي على معلومات نيجي بقى نشوف الإشارة المعدلة هنا في زاوية الوجه اللي هي الإشارة اللي تحت اللي باللون الأزرق هنلاحظ إيه؟ إن أنا عندي إشارة المعلومات اللي هي اللي باللون الأحمر دي لما جهدها هنا يبدأ يتغير وبيزيد وبيقل فنلاحظ إيه؟ إن تحت إن هو قدوا لكم الإشارة هنا بتتغير من الموجة بورايحة ناحية إيه؟ السالب فنلاحظ إن تحت زاوية الوجه هنا حصل لها إيه؟ اتغيرت يعني الموجة هنا انحرفت زي ما إحنا شايفين كده الجزء اللي أنا بشاور عليه ده يبقى كده زاوية الوجه للموجة الحملة إيه؟ اتغيرت ولما زاوية الوجه اتغيرت لاحظنا إيه؟ إن عدد الزبزبات هنا فضلت سابتة زي ما هي؟ لا عدد الزبزبات برضو اتغيرت يعني معنى كده إن زاوية الوجه اتغيرت والتردد كمان اتغير نلاحظ برضو إن الإشارة وهي بتتغير بقى إشارة المعلومات وبيتزيد وبتقل كده بالشكل ده فنلاقي إيه؟ إن زاوية الوجه برضو تحت إيه؟ بتتغير زي ما هو في الجزء ده كده برضو واضح إن هنا الإشارة إشارة المعلومات لما تغيرت من الموجة بالسالب أهوة وهي بتتغير من الموجة بالسالب يعني وهي بتعبر محور الصفر اللي بيحصل زاوية الوجه بتتغير بكيما كبيرة عشان كده ملحوظة على الرسم قدامنا هو طيب أنواع التعديل الزاوي تعديل الطور اللي هو ال-b-m اللي هو تعديل زاوية الوجه يعني وتعديل التردد اللي هو f-m ومن ناحية العملية يمكن الحصول على تعديل التردد من تعديل الطور عن طريق نظام أرميسترونج والمثال دوت أو السؤال ده بييجي في الانتحانات كتير في صورة أكمل يقول يمكن الحصول على تعديل التردد من تعديل الطور عن طريق نظام نوقط فاحنا طبعا بنكتب نظام أرميسترونج طيب نجي نشوف خواص تعديل زوية الوجه أول خاصية بنقول إيه يتناسب انحراف التردد للموجة الحملة مع تغير الوجه للموجة المراد تعديلها كما لو كانت ساعتها يعني إيه يعني التردد زي ما احنا قلنا بيتغير أنا بغير في زوية الوجه ولكن التردد كمان بيتغير انحراف التردد يعني تغير التردد بيتناسب مع تغير الوجه يعني تغير زاوية الوجه للموجة المراد تعديلها اللي هي الموجة المحمولة كما لو كانت ساعتها طيب الثاني خاصية بنقول يتناسب انحراف تردد الموجة الحملة مع كل من تردد وساعة الموجة المراد تعديلها يعني برضو تغير التردد بتاع الموجة الحملة هيتناسب مع تردد واتساع الموجة المحمولة ثالث خاصية أقصى حراف في تعديل الوجه عندما تعبر الإشارة المرات تعديلها محور الصفر يعني إشارة المعلومات أو الموجة المحمولة لما تيجي تتغير من الموجة بالسالب فهنلاحظ إيه؟ إن زاوية الوجه بتتغير دوكيما كبير زي ما شفنا طبعا على شكل الموجات رابع خاصية تعديل الوجه يسمى أيضا بالطريقة الغير مباشرة للتعديل التردد تعديل الوجه يسمى بالطريقة الغير مباشرة للتعديل التردد لان زي ما احنا شفنا انا بعدل في زاوية الوجه ولكن كان التردد كمان بيتغير علشان كده بنقول ان تعديل الوجه ده يعتبر طريقة غير مباشرة لتعديل التردد كده عرفنا خواص تعديل الوجه نبدأ نشوف بقى مقارنة ما بين تعديل التردد وتعديل التور يعني ايه الفرق ما بين تعديل التردد وتعديل التور نبص كده مع بعض على الشاشة بنقول في حالة تعديل التور معامل التعديل يتناسب فقط مع جهد اشارة التعديل اما معامل التعديل في حالة تعديل التردد فيكون متناسب ايضا مع تردد اشارة التعديل يعني معامل التعديل او معامل التشكيل في حال التعديل الطور بيتنسب فقط مع جهد اشارة التعديل يعني جهد المجأة المحمولة ولكن في حال التعديل التردد معامل التعديل بيتنسب ايضا مع تردد المجأة المحمولة اللي هي اشارة التعديل طيب تاني اختلاف بنقول ينتج من تعديل الطور تغيرات صغيرة بالمقارنة بالتغيرات التي تحدث في حال التعديل التردد في مقارنة كمان ما بين تعديل التردد وتعديل السعة ويمكن المقارنة دي مهمة وهي سهلة وبتتكرر معانا في الامتحانات بالنسبة لتعديل الاتساع اللي هو الام من التعريف طبعا احنا قلنا ان سعة الاشارة الحملة بتتغير بالتعديل يعني الاتساع بيتغير طب والتردد تردد بيكون ايه سابت في تعديل بقى تردد ال Fm هيبقى العكس هنقول ايه سعة الاشارة الحملة سابتة طيب تردد بقى الاشارة الحملة بيتغير بالتعديل يبقى النقطتين دول اول نقطتين في المقارنة جبناهم طبعا من التعريف اللي احنا قلناه يبقى تاني بالنسبة لتعديل الاتساع لما اجا اقول كده اتساع الموجة الحملة خلاص الاتساع بيكون ايه بيتغير بالتعديل ده في حال التعديل الاتساع طب تردد الموجة الحملة بيكون سابت ده في حال التعديل الاتساع اللي هو الام نيجي بقى في تعديل التردد نعكس فنقول ايه في تعديل التردد سعة الإشارة الحملة سابتة مش هتتغير طيب التردد بالنسبة للتردد نقول تردد الإشارة الحملة يتغير بالتعديل تعالوا نشوف بقى الخطوة الثالثة نقول ايه جهد التعديل يعني جهد الموجة المحمولة يحدد سعة الإشارة الحملة يعني جهد التعديل اللي هو جهد الموجة المحمولة اللي هي جهد إشارة المعلومات يعني هو اللي بيحدد اتساع الإشارة الحملة لأن اتساع الإشارة الحملة هو اللي بيتغير طب نجي نشوف بقى في تعديل التردد جهد التعديل يعني جهد الموجة المحمولة بيحدد مين؟ بيحدد تردد الإشارة الحملة لأن طبعا تردد الإشارة الحملة هو اللي بيتغير بالتعديل النقطة الرابعة تردد إشارة التعديل يعني تردد الموجة المحمولة أو تردد إشارة المعلومات هو معدل تغير الإشارة الحملة نيجي نشوف تعديل التردد تردد إشارة التعديل هو معدل تغير أو انحراف التردد للإشارة الحملة يعني زي ما احنا قلنا من شوية أن التردد لما بيتغير هيزيد وهيقل طب هيزيد بمقدار قد إيه؟ بمقدار تردد الموجة المحمولة لما يقل يقل بقد إيه؟ بمقدار تردد الموجة المحمولة كده عرفنا الفرق بين تعديل التردد وتعديل الساعة طيب في عندي بقى طرق أخرى للتعديل الرقمي طيب إحنا عارفين طبعا أن فيه إشارات تماثلية وفيه إشارات رقمية طبعا الإشارات التماثلية زي الموجة الصوتية مثلا إحنا عارفين طبعا بتبقى الموجة بتتغير جهدها بيزيد وبيقل على حسب شدة الصوت لما بنيجي نعدلها زي ما احنا شفنا كده في طرق التعديل اللي احنا تكلمنا عنها يا إما تعديل التساع يا إما تعديل تردد يا إما تعديل زاوية الوجه وطبعا إحنا بنعدل ليه الإشارة وبنحملها على موجة حملة ليه علشان أقدر أرسلها لمسافات بعيدة طب بالنسبة بقى للإشارات الرقمية ما أنا عندي الإشارات الرقمية اللي بتتعامل معها طبعا أجهزة الحاسبات الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات الرقمية زي التليفون المحمول طب ما هي الأجهزة دي رقمية الإشارة نفسها بقى اللي احنا هنتعامل معها وهنرسلها هنعدلها ازاي هل برضو بنفس طرق التعديل اللي اتكلمنا عنها ولا طرق تانية مختلفة لا هيبقى فيها عندي طرق تانية اللي هي طرق التعديل الرقمي وهما تلت طرق برضو هنسميهم ايه؟ تعديل الاتساع بالإشارة الرقمية بس هنسميه ASK والطريقة التانية تعديل التردد للإشارة الرقمية وهنسميه FSK والطريقة التالتة هنسميه تعديل زاوية الوجهة أو تعديل التور بالإشارة الرقمية وهنسميه BSK يبقى كده فيها عندي ايه؟ تلت أنواع برضو من طرق التعديل الرقمي ASK وFSK وBSK طيب احنا ليه؟ هنعدل الإشارات الرقمية دي او يعني ايه هنعدلها؟ زي ما احنا كنا لسه بنقول الحاسب الآلي بيتعامل مع إشارات رقمية علشان أرسل البيانات أو معلومات من الحاسب على خط التليفون زي ما احنا عارفين طبعا عن طريق المودم فالمودم هنا بيعمل ايه؟ بيحول الإشارة الرقمية الخارجة من الحاسب دي بيحولها لإشارة تماسلية علشان يقدر يرسلها على خط التليفون ده في حالة الإرسال والعكس يبقى في حالة الاستقبال يحولها مرة تانية من إشارة تماسلية إلى إشارة رقمية علشان يدخلها للحاسب طبعا بقى علشان احنا نقدر نرسل الإشارات الرقمية دي فزي ما قولنا ان احنا بنعدلها بأحد الطرق التلاتة اللي لسه إلنهم تعديل الاتساع اللي هو الاسك تعديل التردد ف اسك تعديل زاوية الوجه ب اسك وطبعا لما بنعدل الإشارة الرقمية دي بأحد الطرق دول فالإشارة بتتحول من رقمية إلى تماثلية زي ما احنا هنشوف دلوقت تعالوا نبص مع بعض على الشاشة بيقول لي طبعا هنا في الأنظمة الرقمية بيتم تحويل المعلومات الرقمية السنائية اللي هي عبارة عن الصفر أو الواحد إلى إشارات تماسلية ليتم إرسالها تماسليا كما يحدث عند إرسال المعلومات الرقمية من الحاسب الآلي عبر خط تليفون باستخدام جهاز المدم حيث يكون المدم بتحويل المعلومات الرقمية إلى إشارات تماسلية في طرف المرسل ويكون بالعكس في طرف المستقبل طيب نجي بقى نشوف كده طرق التعديل الأساسية المستخدمة لنقل الإشارات الرقمية أول طريقة تعديل الاتساع بالإشارة الرقمية اللي هو ASK طيب الطريقة الثانية تعديل التردد بالإشارة الرقمية FSK طريقة الثالثة تعديل زاوية الواجهة أو تعديل الطور بالإشارة الرقمية وهنسميه BSK طيب الطرق التعديل الرقمية دي بتمتاز بإيه؟ ميزة مهمة قوي وهي انخفاض النطاق التردد اللازم لعملية الإرسال والسؤال دوت برضو ممكن يجي لنا في صورة أكمل يقول لي يمتاز التعديل الرقمي بنقط اللازم للإرسال وساعات يكمل ويقول إيه؟ في الأنظمة السلكية يبقى نقول إيه؟ بيمتاز بنخفاض النطاق التردد يبقى كل الطرق التلاتة دول بيمتازوا بنخفاض النطاق التردد ما هي الأغراض التي من أجلها تم إدخال التحسينات على طرق التعديل الرقمية؟ أول حاجة تقليل تأثير التشويش يعني تم إدخال تحسينات على طرق التعديل الرقمية بغرض إيه؟ أول حاجة تقليل تأثير التشويش ثاني حاجة زيادة سرعة النقل ثالث حاجة تقليل عرض النطاق الترددي ودي برضو تعتبر مميزات بالنسبة لطرق التعديل الرقمي لأنها ما بتأثرش بالشوشرة مش زي طبعا التعديل التماسلي وزيادة سرعة النقل وتقليل عرض النطاق الترددي بتستخدم بقى هذه الطرق اللي هي طرق التعديل الرقمي في العديد من التطبيقات اللاسلكية زي ايه؟ زي الهواتف اللاسلكية والخلوية اللي هي شبكات التليفون المحمول وأنظمة المنادية والمايكرو ويف والأكمار الصناعية والأكمار الصناعية برضو رقمية يعني الإشارات اللي بتعامل معها اللي بيتم إرسالها واستقبالها تكون عبارة عن إشارات رقمية وأنظمة التحق نشوف أول نوع اللي هو تعديل الاتساع بالإشارة الرقمية ASK بيسمى بالتعديل السعوي المنفصل المسمى ASK وفي هذا النظام معناه إيه بقى؟ بيعبر عن الواحد بموجة جيبية لها جهد معين أما الصفر المنطقي يعبر عنه بجهد صفر زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة عندي الإشارة الرقمية اللي هي بتعبر عن المعلومات الرقمية اللي أنا هرسلها طبعا بنقول واحد وصفر يعني إيه؟ عبارة عن موجة مربعة لما تكون المستوى بتاعها عالي أو جهدها عالي فوق كده فنقول عليها واحد ولما يكون جهدها منخفض تحت فنقول عليها إيه؟ صفر طيب الإشارة دي بقى لما يتم تعديلها رقميا بالنظام ASK الواحد المنطقي يتم التعبير عنه بموجة جيبية يعني الإشارة اللي هتنتج من دايرة التعديل هتبقى موجة جيبية بالشكل ده اللي هي اللي تحت دي طيب الصفر المنطقي يعبر عنه بجهد ايه؟ بجهد صفر الله يعني احنا كده حولنا الإشارة الرقمية إلى إشارة ايه؟ تماثلية كأنها موجة حملة بالزبط ولكن زي ما احنا شايفين متقطعة يعني لما تكون هنا الإشارة بواحد فيبقى فيه هنا موجة ايه؟ جيبية ولما تكون الإشارة هنا بصفر فيبقى هنا مفيش موجة جيبية ويبقى جهدها ايه؟ صفر طيب كده احنا عرفنا إزاي هيتم تحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة تماثلية خلاص اللي هي بقى بنسميها هنا ايه؟ ASK طيب إزاي هيتم توليد الموجة الـ ASK ديت؟ نشوف كده الدائرة اللي قدامنا دي عبارة عن إيه؟ دي دائرة ضرب زي ما احنا شايفين بيتم توليد موجة جيبية عن طريق مزبزب اللي هي اللي تحت دي كأنها موجة حملة يعني وبيتم ضرب هذه الموجة الجيبية في الموجة المربعة اللي بتعبر عن المعلومات طيب ودائرة الضرب دي عبارة عن مفتاح إلكتروني يغلق يعني يوصل لما تكون هناك إشارة دخل بكام بواحد فالموجة الجيبية هتخرج للخرج زي ما احنا شايفين والمفتاح الإلكتروني دوت يفتح أو يفصل يعني خلاص ولا يمر شيء للخرج عندما تكون إشارة الدخل بإيه؟ بصفر يبقى لو إشارة الدخل بواحد المفتاح الإلكتروني يوصل فالموجة الجيبية هنا تخرج للخرج ولما تكون إشارة الدخل بصفر المفتاح الإلكتروني يفصل وبالتالي الخارج هنا يكون إيه؟ بصفر كده عرفنا إزاي هيتم توليد الموجة المعدلة بالنظام ASK طيب مميزات بقى التعديل ASK يستخدم عرض نطاق تردد قليل تاني حاجة حساس جدا للتغيرات الغير خطية العيوب حساسيته لأخطاء الإرسالك الضوضاء يعني يتأثر بالشوشرة وتشتت الإشارة بتعدد المسارات والتداخلات يبقى معنى كده أن عيوبه بتشبه التعديل الاتساعي اللي احنا خدناه في التعديل التماثلي اللي هو الAM يعني بيتأثر برضو بالشوشرة ويتأثر بالتداخلات نيجي بقى نشوف النظام التاني اللي هو تعديل التردد بالإشارة الرقمية اللي هو بنسميه FSK طيب هنا في النظام ده هيبقى نعرفه كده بسهولة فنقول إيه إن بيتم إرسال الواحد المنطقي والصفر المنطقي على ترددين مختلفين يعني إيه؟ يعني الواحد المنطقي يتم التعبير عنه بموجة جيبية بس ترددها يبقى عالي طب والصفر المنطقي يتم التعبير عنه برضو بموجة جيبية ولكن ترددها يكون منخفض يبقى أنا كده هرسل الواحد المنطقي والصفر المنطقي على ترددين مختلفين طب مين أفضل؟ التعديل الFSK أفضل ولا التعديل الASK؟ طبعا تعديل التردد FSK هيكون أفضل ليه؟ لأنه مش هيتأثر كثيرا بالشوشرة زي التعديل الASK طب تعالوا نبص كده ونشوف شكل الموجات يبقى هنا زي ما احنا شايفين هيتم توليد الإشارة دي ازاي؟ عن طريق مذبذب VCO يعني مذبذب متحكم به عن طريق الفولت إشارة الدخل هنا الإشارة الرقمية اللي بتعبر عن المعلومات لما تكون الإشارة جهدها عالي يعني بواحد فالتردد هنا هيزيد طب لما تكون الإشارة جهدها بصفر فالتردد يقال طبعا شكل الموجات تحت بقى موضحة أكتر هو عندي هنا الموجة اللي هي باللون الأحمر اللي هي الموجة المربعة دي عبارة عن الإشارة الرقمية زي ما احنا شايفين طب لما تكون الإشارة هنا بواحد فنبص تحت كده دي الموجة الحملة اللي هي إشارة المذبذب ده في حالة عدم وجود إيه؟ إشارة الدخل طب لما تتوصل بقى إشارة الدخل نبص كده التردد بتاعها تحت إيه؟ يزيد يبقى الإشارة المعدلة بالنظام F SK اللي هي اللي تحت تحت الواحد المنطقي هنلاقي هنا التردد إيه؟ عالي عدد الزبزبات كتير طب تحت الصفر المنطقي هنا التردد يقل تحت الواحد التردد يزيد يبقى معنى كده بيتم التعبير عن الواحد المنطقي والصفر المنطقي بترددين مختلفين بيمتاز بإنه أقل حساسية لأخطاء الإرسال من النوع السابق طيب في عندي النظام ثالث اللي هو تعديل زاوية الوجه بالإشارة الرقمية اللي هو BSK بنقول في هذا النوع من التعديل يحدث تغير أو تغيير في زاوية التور اللي هي زاوية الوجه بمقدار 180 درجة عند كل تغير للمعلومة الرقمية من صفر إلى واحد أو العكس مع تثبيت السعة والتردد يعني إيه؟ زي ما احنا شايفين كده الإشارة الرقمية هنا فوق هنا إيه واحد هنا إيه صفر طيب نبص كده الإشارة هنا كانت إيه؟ الموجه الجايبية قادي إيه؟ سالب نص سالب يعني وبعدين إيه؟ موجب سالب موجب جات الإشارة هنا الرقمية تغيرت من واحد إلى إيه؟ إلى صفر عند الخط اللي هو النقط الخط المتقطع ده فعلى طول زاوية الوجه بتاعة الموجه الحاملة هنا حصل لها إيه؟ اتغيرت 180 درجة زي ما احنا شايفين أخيرا هنا كان نص موجب كان المفروض يجي بعدها نص سالب لأ زاوية الوجه تغيرت 180 درجة يعني تعكست يعني يجي نص موجب تاني كمان مر يبقى كده زاوية الوجه تغيرت بمقدار 180 درجة وبعد كده الإشارة هتكمل عادي آه دي نص موجب وبعدين سالب وبعدين موجب وبعدين سالب جات هنا الإشارة تغيرت من صفر إلى واحد فعلى طول زاوية الوجه تحت هنا بتاعة الموجه الحاملة حصل لها إيه؟ هتتغير 180 درجة كمان فأخيرا هنا كان نص سالب كان المفروض يجي بعدها نص موجب لأ هتتعكس وتبقى نص سالب كمان مر يبقى زاوية الوجه هنا تغيرت 180 درجة مميزات نظام التعديل بي اس ك إنه أقل حساسية لأخطاء الإرسال مقارنة بالنوعين السابقين طب عيوبه إن دوائر الإرسال والاستقبال المستخدمة فيه بتكون أكثر تعقيدا طيب ما هي الأسباب التي أدت إلى جعل النظام بي اس ك من أكثر الأنواع شيوعا في الاتصالات الرقمية يعني النظام ده شائع الاستخدام في أنظمة الاتصالات الرقمية ليه بقى؟ عشان بعض المميزات برضو أول حاجة صغر عرض النطاق الترددي تاني حاجة يتمتع بالجودة العالية تالت حاجة غير حساس للتغيرات الغير خطية في الاتساع وطبعا الجملة دي معناها إيه؟ غير حساس للتغيرات الغير خطية في الاتساع يعني الإشارة الرقمية لو اتساعها تغير زات شوية أو قل شوية هل هنا زاوية الوجه بتاعة الموجهة المعدلة بالنظام بي اس كي هتتأثر؟ لا طبعا مش هتتأثر لأن زي ما احنا قلنا أن مجرد أن الإشارة الرقمية تتغير من سفر الواحد على طول زاوية الوجه تتغير مئة وتمانين درجة مش هتبقى مئة وخمسين درجة مش هتبقى مئة وستين درجة يبقى هي هنا مش هتتأثر بالتغيرات الغير خطية في الاتساع اللي هو في اتساع يعني الإشارة الرقمية طيب رابح حاجة يحتاج إلى قدرة إرسال أقل من الأنظمة الأخرى يعني هيوفر في طاقة الإرسال في عندي بقى نوعين من أنواع تعديل زاوية الوجه بالإشارة الرقمية النوع الأول اللي هو تعديل زاوية الوجه السنائي وتعديل زاوية الوجه السنائي هو اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي احنا قلنا طبعا أن زاوية الوجه هتتغير بمقدار 180 درجة لكل تغير في الإشارة الرقمية من صفر إلى واحد أو العكس يعني معنا كده نزاوية الوجه هنا هتأخذ إحدى قيمتين محتملتين يعني زاوية الوجه هتتغير 180 درجة وتتغير كمان 180 فتبقى 360 درجة أو صفر يعني فيبقى هنا زاوية الوجه هتتغير مرتين بس عشان كده في النظام ده بنسميه ايه تعديل زاوية الوجه السنائي اللي هو ايه بي بي اس ك طب النوع التاني هنسميه تعديل زاوية الوجه الرباعي أو كيو بي اس ك يعني معناه ان زاوية الوجه هتأخذ إحدى أربع قيم محتملة من زاوية الوجه يعني معنا كده ان زاوية الوجه في كل مرة تتغير قد إيه 90 درجة بس يبقى 90 درجة وبعدين 90 درجة أدي 180 وتسعين درجة أدي 270 وتسعين درجة أدي 360 درجة يبقى معناه كده زاوية الوجه تأخذ إحدى أربع قيم محتملة تعالوا نشوف كده على الشاشة ونشوف شكل إيه الموجات يبقى تعديل زاوية الوجه السنائي اللي هو اسمه بي بي اس ك بيأخذ طور الموجة الحملة يعني زاوية الوجه إحدى قيمتين محتملتين زي ما قلنا وده طبعا النظام اللي احنا إيه شرحناه إن زاوية الوجه تتغير 180 درجة خلاص أو 180 درجة كمان مرة فيبقى كده زاوية الوجه تأخذ إحدى إيه قيمتين النوع الثاني تعديل زاوية الوجه الرباعي أو كيو بي اس ك بتأخذ أو بيأخذ طور الموجة الحملة إحدى أربع قيم محتملة من زاوية الوجه يعني معناه زي ما احنا شايفين كده إن زاوية الوجه هنا تتغير قدية 90 درجة بس زي ما احنا شايفين هنا بصوا كده هذه الإشارة هنا أخرها كان إيه سالب المفروض كانت تبدأ من هنا وبعدين تكمل نص موجة بكده لأ زاوية الوجه تغيرت 90 درجة فقفزت على طول الموجة لفوق وبدأت من عند الكيمة العظمى وإحنا عارفين إن الكيمة العظمى زاوية الوجه بتاعتها كام 90 درجة وبعد كده الموجة بتكمل عادي زي ما احنا شايفين وصلت هنا إيه عند الكيمة العظمى فوق فالإشارة الرقمية تغيرت فعلى طول زاوية الوجه هتتغير 90 درجة كمان فبدل ما تبدأ من الكيمة العظمى وتنزل كده بالتدريج لأ قفزت ها وبدأت منين من عند الصفر هوت ونزلت كده ايه من النص السالب وكملت وبعد كده برضه جات هنا الإشارة الرقمية تغيرت كمان مرة فزاوية الوجه تغيرت 90 درجة كمان فزي ما احنا شايفين الإشارة هنا ايه قفزت برضه عند الكيمة العظمى السالب يعني معناها اتغيرت زاوية الوجه 90 درجة كمان طيب كده احنا اتكلمنا على طرق التعديل بالنسبة للتعديل الرقمي كمان وعرفنا طبعا كل نوع معناه ايه والخصائص بتاعته طرق التعديل بتتم في جهاز الإرسال طب طرق الكشف بقى في جهاز الاستقبال الإشارة دلوقتي بعد ما بنرسلها وتوصل لجهاز الاستقبال أنا خلاص مش محتاج الموجة الحملة في حاجة تاني فأنا محتاج إن أنا أفصل إشارة المعلومات عن الموجة الحملة فهيبقى فيه عندي طرق لكشف الإشارات المعدلة سواء بقى المعدلة التسعين أو ايه أو ترددين تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة ونعرف مع بعض بسرعة عندي طبعا كاشف التعديل السعوي اللي هو الـ AM عملية الكشف معناها عبارة عن إزالة التعديل الحادث في محطات الإرسال وبيوجد الكشف هو عبارة عن استخلاص أو فصل إشارة المعلومات المرسلة عن الموجة الحملة طرق كشف الموجات المعدلة سعويا أو التسعيا اللي هي الـ AM في عندي تلت طرق الطريقة الأولى تسمى كشف الموحد والطريقة التانية بتسمى كشف الغلاف والطريقة التالتة بتسمى كشف قانون التربيع إحنا علينا طبعا أول واحدة الدائرة بتاعتها وشرحها وبتيجي في الامتحانات ومهم دائرة كشف الموحد عبارة عن إيه عبارة عن إيه زي ما احنا شايفين بتتكون من موحد ومكسف طيب طريقة عملها بسيطة جدا الإشارة اللي داخلها طبعا الموجة معدلة التسعيا زي ما احنا شايفين فيها نص موجة ونص إيه سالب الموحد هنا أو السنائي يكون بتمرير النص في الموجة من الموجة المعدلة لأنه هيكون في انحياز أمامي ومكاومته صغيرة ويمنع النص السالب لأنه هيكون في انحياز عكسي بعد كده المكسف يقوم بتسريب الموجة الحملة التردد المنخفض تمر من خلال مقاومة الحم يبقى كده بالدايرة البسيطة دي قدرنا نفصل الإشارة إشارة المعلومات اللي هي ترددها منخفض عن الموجة الحملة والدايرة دي طبعا من أشهر أنواع كشف تعديل الاتساع ودايرة بسيطة وبتستخدم في أغلب أجهزة الاستقبال لأنها بتسترجع شكل غلاف الإشارة الأصلية وشكل الموجات طبعا اللي كانت على الرأس الدخل السنائي اللي هي الموجة المعدلة التساعيا خارج السنائي هيبقى النص الموجة بس الخارج طبعا على طرفي مقاومة الحمل هتبقى إشارة المعلومات اللي هي ترددها منخفض بالنسبة بقى لتعديل التردد كاشف التعديل الترددي اللي هو الـ F-M هيبقى فيه عندي برضو تلت طرق طريقة الأولية اسمها الكاشف المنحدر التانية اسمها كاشف التنغيم المزدوج التالتة اسمها مميز فوس ترسيلي علينا طبعا دائرة المميز علينا دائرة المميز والرسمة بتاعتها بسيطة وهي موجودة عندنا برضو في التجارب بتاعت المعمل عبارة عن محول تردد متوسط مناغم على قيمة التردد المتوسط اللي هي 10 أو 17 ميجا هيرتز وموحدين ومقاومتين ومكسفين طبعا بنحصل على الجهود الموحدة من الموحدين على المكاومتين R1 وR2 والمكسفين مكسفات ترشيح وتنعيم للتموجات ذات الترددات العالية للحصول طبعا لأشارة المعلومات بدون أي شوشرة أو أي تشوية آخر حاجة عندي الكشف عن الموجة المعدلة بالنظام بي اس ك دايرة بسيطة بتتكون من عبارة عن مرحلة استقبال عبارة عن مرحلة استقبال زي ما احنا شايفين ومازج ومرشح ودايرة توقيت اللي هي مولد نبضات أو دايرة تزامن يعني ومرحلة فك التشفير عشان طبعا تحول الإشارة اللي تم استقبالها طبعا وترجعها تاني لنفس المعلومات اللي تم إرسالها في سؤال صغير كده كان بيقول لي وضح بالرسم كيف يمكن إرسال إشارة المعلومات إشارة المعلومات خلاص الرقمية هنرسلها إزاي تماثليا أو لاسلكيا الإشارة الرقمية هنا لا يمكن إرسالها لاسلكيا إلا بعد تحملها على موجة حملة تماثلية يعني معنى كده ان احنا بنعدلها مرتين تعديل رقمي وتعديل ايه؟ تماثلي زي ما احنا شايفين يبقى إشارة المعلومات في طرف الإرسال إشارة المعلومات الرقمية بيتم تعديلها تعديل رقمي للحصول على إشارة نطاق القعدة يعني بأحد الأنظمة اللي احنا قلناها ASK أو FSK إشارة نطاق القعدة بيتم تعديلها تماثليا وتحملها على موجة حملة تماثلي علشان يتم إرسالها لاسلكيا من خلال هوائي الإرسال في جهة الاستقبال هيتم الخطوات العكسية يعني معناها إن الإشارة المستقبل هيتم فك التعديل التماثلي الأول للحصول على إشارة نطاق القعدة وبعد كده تخش على مرحلة فك التعديل الرقمي للحصول على الإشارة الرقمية اللي تم إرسالها من جهاز الإرسال يبقى معنا كده إن لا يمكن إرسال السؤال ده بيجي صح وغلط لا يمكن إرسال إشارة المعلومات الرقمية لاسلكيا إلا بعد تحملها على موجة حملة تماثلي بكده إحنا النهاردة تكلمنا على طرق التعديل سواء بقى تعديل التماثلي أو التعديل الرقمي وتتكلمنا برضه على طرق الكشف سواء طرق كشف الإشارات المعدلة اتساعيا وطرق كشف الإشارات المعدلة ترددية وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة والوقت يجري مننا بسرعة يارب تكونوا استفدتوا معنا واشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقات اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر